أعودي لكم مشاهدين الكرام لمتابعة السياسة اليوم بالقسم الثاني مع الدكتور أحمد جابر الباحث في الاقتصاد السياسي نرحب فيك دكتور وأهلا وسهلا فيك يعني طبعا رح يكون في عدة مواضيع بدأي بحثة أنا وياك منها التدقيق الجنائي منها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعني أيضا بيء واللي خطة التعافي وما صدر بيء البيان الوزاري وما كتب ولكن بس خليني بداية اسأل سؤال كل العالم تسأله وكل العالم يعني منذ أن تشكلت هذه الحكومة ونحن عم نقول أنه الدولار كيف عم يهبط وبعده عم يتراجع اليوم تراجع هذا الدولار اللي شهدناه بالأيام الماضية وترافق مع تشكيل الحكومة هل سيتابع سعر الصرف انحداره إذا بدنا نقول أم يعود ويرتفع مسببا خيبة أمل كبيرة كيف نخفض بها السرعة هل هو سياسي وهل ممكن يرجع يرتفع عادة سعر الصرف يتحدد وفق قلية العرض والطلب مثل مثل أي سلعاب تتحدد بهذا الموضوع نحن نحكي بيدوم النظام اقتصادي رأسمالي لكن اللي عم بيصير بلبنان خرج من القواعد الاقتصادية ليدخل في القواعد السياسية تحديد السعر الصرف وبالتالي هذا الموضوع سياسي في عامل أساسي بهذا الموضوع عم بيتحكم هو العامل النفسي خوف الناس وطمع الناس بمحل الطمع عم بيخليهم يشتروا ويبيعوا ليحققوا أرباح هلأ اليوم الخوف ليحافظوا على المكتسبات اللي حققوها صاروا عم بيهرولوا باتجاه بيع التخلي عن الدولار بسعر أعلى للحصول على أرباح أكبر فهون عامل نفسي بعد ومنه عامل اقتصادي مش العوامل الاقتصادية هي اللي عم بتحدد هذا الموضوع عوامل اقتصادية عادة مرتبطة بالمشروع الاقتصادي بالبلد مرتبطة بالإنتاج الاقتصادي بالبلد مرتبطة بميزان المدفوعات لأن اليوم سعر العملي بتتحدد إذا بدي أعرف سعر العملي وضعه سليم ولا لا في تعافلة إلا ولا لا بدي فوت على ميزان المدفوعات صحيح ميزان المدفوعات إذا كان في عنا عاجز بميزان المدفوعات بيطلع عنا الاحتياط من العملات الصعبة بتقل وبالتالي بتضعف الليرة نفس الوقت إذا كان عندنا فائد بميزان المدفوعات احتياط العملات الصعبة بتزيد وبالتالي الليرة بتتحسن الواقع الأمر اليوم أكيد ميزان المدفوعات عندنا بحادم العجز لأن الحساب الجاري في عجز لهو ميزان المدفوعات وميزان الخدمات وميزان الهبات هذا العمر عجز كبير يعني بهذا الموضوع لذلك خرج عن هذه القواعد الاقتصادية فهو موضوع سياسي موضوع سياسي بده يرجع يطلع يعني اليوم هيدا السؤال عند العالم هون في خوف المشكلة وين في سقة بالحكومة أو ما في سقة بالحكومة لو في سقة بالحكومة بتلاقي انه لأ الأمور بلشت تنزل أكتر بعض الناس خوفان انه لأ نحنا مش واسقين وربما يعني على الخلفيات السابقة اللي صارت بالحكومات السابقة لأنه هي المشكلة فقدان سقة بالدولة وبالحكومة بكل المنظومة كلها هذا الأمر خلى الناس متوسع طيب نزل وصل للأرباطاش وصل للتلتعاش وشوي ريش اطلع للخمستعاش ريش نزل للأرباطاش أو خمستعاش إلا طيب هيدا هيدا كمان في خوف من المواطن مربوطة بالنفط وبتحريغ الأسعار وما إلى هونالك كلها عوامل بعدها مانا واضحة خلال يومين نزل خمس تلاف دولة خمس تلاف دولة صحيح إن هيدا هيك بيترح علامات استفهام وخوف أيضا عند المواطن هيدا بيأكد على أنه السياسة هي اللي عم تتحكم بالأسعار إلى جانب ذلك عامل الخوف كمان عم بيخلى الناس أنها تركوه البعض ربط بهيدا الموضوع إنه عم ينزل سعر صرف الدولار لتمرير عملية رفع الدعم بطريقة سلسة وخصوصا أنه شفنا أنه نرفع سعر البنزين خمسين ألف طربة وحدة هذا بيأكد على أنه ما في سأة ما في ثقة لحد هلأ السأة اليوم بتتكون أكيد طبعا السأة بدواء تحت العالم توسط نتيجة أفعال مش بلالي وضحاها الجمعة الماضية مثل اليوم ولدة الحكومي نحن اليوم مستبت الجمعة الماضية يعني إلى اليوم سبعة أيام على ولادة الحكومي صحيح خلال سبعة أيام تولد البيان الوزاري هلأدى بسرعة عمل بيان الوزاري اللي هو خطة عمل الحكومي في المرحلة القادمة صحيح أن الحكومي جاي لتمنت تشهر تقريبا لأنه في عنا انتخابات نيابية وبالتالي العنوان الأكبر للحكومي بهذا الموضوع وبالتالي بالبيان الوزاري هو تمرير الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات ولكن في عندها يعني ملفات كتير كبيرة وكتير دسمة أمام هذه الحكومي ما فيضها نحصرها بس بالانتخابات لأنه هي حكومة معا للانقاذ يعني من هيدا العنوان بدنا ننطلق صح كلمة معا للانقاذ هيدا بحط مسئولية كبيرة يعني ما بدنا نجي نقول معا للانقاذ نقول أوكي هيدا عنوان الحكومي وبالتالي خلي الحكومي مع بعضها يتقوم من انقاذ لا معا للانقاذ مع كل مؤسسات الدولة مع كل كيانات الدولة والمؤسسات حتى الكتاع الخاص بدي يكون شريك بدي يكون شريك حتى الدولة حتى مصرف لبنان حتى الكتاع المصرفي الكل بد يكون شريك في الإنقاذ هل هي ضمن خطة التعافي اليوم للحكومة الجديدة وخصوصا أنه شفنا كان فيه بحث بهذا الموضوع لتضمينه بالبيان الوزاري أيضا وكان فيه بعض الخلاف الصغير بعملية تسمية لهذه الخطة والبعض قال إنه بدنا نعمل هيكل البعض قال لأ خلينا نحط ضمن إطار تصحيح يعني شو الاتجاه بهذا الموضوع التعافي الذي سيعتمد بالنسبة للبيان الوزاري هو بيان الوزاري مقلف من من تسع صفحات كلايات ومن شئ صفحة وثمان صفحات هي خطة العمل بهذا الموضوع إذا جينا أكيد منقول يعطيون العافية أي بيان الوزاري هو كثير مهم خليه يخد ساعة المجلس النيابي وبالتالي نطلق بالتشاهل حالي وهذا كان مطلب كل اللبنانيين نعطونا حكومة لحتى نبلش نأخذ هذا النفس إيجت الحكومة؟ اتفقنا بدنا نعطيها نفس إيجابي ونكون حد ما بدنا كثير نقوص عليها لحتى تقدر تكمل لكن إذا بدنا نحكي شوي بموضوعية في بعض الملاحظات ملاحظات اللي حطيت عليها ملاحظات بالبيان الوزاري أول شي منشوف بالبيان الوزاري العمل على الحد من العزم السعي وضع خطة التأكيد على الالتزام ب تعزيز متابعة توجيه استكمال تفعيل اوكي وين الإجراءات؟ كلها يتعانوين عنوين كبيرة ما بدي أقول فطفاضة بس عنوين نحن بحاجة لألا بس ولكن العنوين تحتاج إلى إجراءات فهو لكن بالبيان الوزاري نضع الخطط ونضع العنوين على أن تطبق من خلال الحكومة نعم الخطط تحتاج إلى أهداف بالذلاء أول مراحل الإدارة، أول وظائف الإدارة تحديد الأهداف أول مراحل الإدارة تحديد الخطط وبالتالي أول مراحل الخطط تحديد الأهداف الطب الآهداف المخطوطة وهين هي ذات الأهداف كان بأهداف ببيان الوزاري السابق والأسبق ومثلا عم بيكون البيان الوزاري للأسف بيان سياسي ما عم بيعبر عن خطة عمل حقيقية تتضمن الأهداف إلا أنه عم نشوف عنوين وعنوين كبيرة عامة هذا البيان الوزاري يصلح لهذه الحكومة وللحكومة القادمة طيب دمار لأنه نحن مطلوب إصلاحات والإصلاحات تندرج ضمن عدة مواضيع منا خطة اقتصادية منا خطة للكهربا منا خطة أشار البيان الوزاري ببعض الثوابت الوطنية هذه واضحة عند الكلة اللي علاقة بالالتزام بالوثيقة الوفاق الوطني هذه المبادئ السيادية والأمور السياسية هذه ثوابت وطنية متفق عليها للآخر إذا جينا بالاقتصاد بيش بيقولك تتعهد الحكومة استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي فوري تمامك في خطة؟ أكيد في خطة ما في خطة ما بدنا نشوف على أي أساس بدنا نعمل هذا التفاوض اللي بيلفت أكتر أنه وزير الاقتصاد ما كان موجود بلجنة صياغة البيان الوزاري يعني كان فيه انتقاء لعدد من الوزراء رئيس الحكومي وبالتالي نائبر رئيس ووزير العدل وغيرهم من الوزراء ولكن بالواقع ما شفنا وزير الاقتصاد لأنه هو معني بهذه الأزمة بشكل مباشر ما كان موجود وخصوص أنه كان فيه إشكالية كبيرة على وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد من يسميه لأنه لازم يكون موجود ضمن كل الاجتماعات يعني لاحقة هلا بمحل قال أنه نحن قدمنا وراء أنت مفروض تكون جوا وعمل تقاتل لأنه هاي دي مهمتك لأنه مشكلتنا مشكلة بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية زائد إذا بدنا نشوف أكتر من هيك لما من بيبلش بيقول كيف اللاوة لبنان في خضام أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية أنه الأزمة النقدية منا نبيني أنه الأزمة المصرفية كذلك الأمر مش نبيني أنه سقط تسهوا يعني عددنا أن هناك أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية تماما ما مشكلتنا اللي كانت سبب بهذه الفداحة اللي نحن وصلنا له هو أنه الأزمة المصرفية والأزمة النقدية اللي ساهمت به تدهور صرف العمل الوطني صحيح طب هادي ما كانوا مضويين عليهم بالبيانة الوزارة حتى بالصفحة الأولى بهذا الموضوع طب هادي لكن هني لاحظوا بالبيانة الوزارة موضوع الهيكلة أيضا صح ولا لا؟ نعم وتم الاتفاق على وضع تسمية أخرى وضع خطة لإصلاح الكطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيثه يلزم طب هون أصلا صار في خلاف هيدا هي الخلاف وضع خطة لإصلاح الكطاع المصرفي رجع صار في خلاف على الموضوع تم إضافة إعادة هيكلته أرفقوا لهيدا إعادة هيكلته إجت خجولة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ترجع كملوها حيث يلزم يعني أنه ممكن يكون ما بيلزم أنه يعمل هيكلة يعني هذا الكطاع المصرفي يعني شو هيكلة أنه عندنا 65 مصرف عامل في لبنان 65 مصرف عامل في لبنان هل الاقتصاد اللبناني يحتاج ل 65 مصرف؟ بالمقابل في العديد من الدول عندنا 20 مصرف مصرف صحيح ولكن يعني المهم أنه انزكرت يمكن انزكرت حيثه يلزم يعني كأنه عم نمرق حدا بكل خجل ما هو بيكتب البيانة الوزارة يعني مثل ما بيقولوا كل نقطة بنقطة ولأنه فيه مواضيع خلافية ولكن آخر شي تم الاتفاق على سيافته بطريقة خففوها شوي حيث يلزم نرجع استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد طيب ما حدا بالبيانة الوزارة كله ما حدا جاب سيرة الأموال المهرضبة والأموال المنهوبة والأموال الموهوبة والأموال المهدورة طيب خلينا نحكي بالأموال المهرضبة قادرين نطالعها لأنه كان فيه يعني مطالبة بهذا الموضوع بالبيانة الوزارية ما أشار له ولا بمحل كذلك الأمر بيقول بالبيان إكرار أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة اللي قدما صندوق النقد الدولي المليار ومئة وخمسة وثلاثين صحيح اللي مسلت وتسلم إلى وزارة المالية أفضل طريقة ما هي أفضل طريقة؟ أنه نذكروها طيب ما في من يذكرو كل هالأمور بالتفاصيل الضيقة بالبيانة الوزارية؟ هذه خطة عمل أنه فيوني يمرؤوا بهذا الموضوع وقلا بيبقى يعني البعض خلينا بس حتى نذكر ونشير لهذا الموضوع أنه يذكر بالبيانة الوزارية ولكن في كثير من الأوقات يعني مننسى للبيانة الوزارية ونكون على خطط أخرى ولكن ضروري أنه إن وجدوا طيب بيجي بيقول معاوضة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكل الدائن العام بما يخدم مصلحة لبنان تمام طيب إذا أنتوا بكن تستعيدوا ساعة الموضعين والدائنين والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية طيب مش مفروضوا يكون فيه بما يخدم مصلحة الطرفين مثلا صح بما يخدم مصلحة الطرفين لبنان أني وقفوا بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة طيب كان بيسوى طالما فيه دائنين بهذا الموضوع بيسوى يكون فيه مصلحة الطرفين هلأ نحنا بدنا الدولة اللبنانية مفروض تفكر بمصلحة الدائنين مفروض تفكر بمصلحة الدائنين من نحكي عن اليوروبونز مثلا حتى بعد ما عاد نحكينا نحن ويهون أشار إلى البيان جنوا أرباح طائلة بالسابق ما خلصوا لا مين عم تحكي عن المصارف ولا دائنين حسب يعني المصارف عملت أرباح طائلة عملت هندسات مالية وما إلى هنالك بس في دائنين يمكن في حدا من الدائنين اشتغل عمل تعويض اخذ تعويض نهاية الخدمة ورح حطهم اعطاهم دائنون للدائنين طيب هيدا شو زنبو بهذا الموضوع؟ مهم إيه إنه نضوي على هيدا النقاط؟ بس الإشارة بهذا الموضوع إنه بما يخدم مصلحة لبنان طيب خلينا نكون عم نفكر بطريقة أشمل أكتر أوسع أوسع لحتى نطلع منها بعدين حقوق الصحب الخاصة هذه تحتاج إلى قانون إذا بدنا نعمل لأنفاق وهذه تحتاج لأنه هذه نفق وبالتالي بدأت تدخل على مجلس النيابة لإقرارها ولكن كان بيسوى إنه تنذكر توصية للمجلس النيابة إنه هاوض الأموال المئة وخمسة وثلاثين مليار أو مليار ومئة وثلاثين مليون يعني هلأ على المدى القريب والمتوسط والبعيد مش هناخد هذا المبلغ خلينا نستغل هذه فرصة نستغلها صح نصرفها صح بالمكان الصح مش بالمكان الخطأ والمكان الصح هو إذا بدك تسأليني عنه بقلك أنه خلينا نروح نحن مشكلتنا هي بالكهرباء خلينا نروح عنا خمس معامل إنتاج كهرباء خلينا نروح نشتغل عليهم خلينا نروح نشغلهم هلأ ممكن اليوم هيدا القرد اللي أخدناه يعني من البنك الدولي اللي هو يوزعوه على كل الدول العالم وليس فقط على لبنان لبنان أخد حصته منه اليوم ممكن أنه ينصرف على خطة الكهرباء هو منه شكرد هو منه قرد هو وحدات هيدا نحن أعضاء بصندوق النقد صحيح كل دول أعضاء بصندوق النقد أو مندفع اشتراكات أخدنا عقد حصتنا كل فترة كل فترة صندوق النقد بيوزع حصص من هيدا الأبوال كل بلد حسب مشاركته أو مساهمته وزعوا 650 مليار دولار بالاقتصاد العالمي تتكون يعني خطة إذا بدنا نقول دخلوا بالاقتصاد من بعد أزمة كورونا جائحة كورونا كل الدول عم بتعاني اقتصادياً وكان يعني هيدا حصت لبنان كانت بسوما أنه قرد هو شوه؟ لا لا هي هاودي حق هاودي حق أوكي يعني هاودي موجودين هي وحدات السحب الخاصة هي طلع سبعمية ستمية وسبعة فاصل الاثنين آآ وحدة الوحدة مضروبة بواحد فاصل الاثنين واربعين دولار بتطلعو تمانمية واثنين وستين مليار آآ زائد من 2009 فطلع مجموعهم كلهم مليارهم 135 100% وهو دي من دون شروط يعني هو دي مناخدون من دون شروط هيدولة بدون يروحوا على البطاقة التمويلية بدون يروحوا على القطة الكهرباء بدون يروحوا على شو سد عجز إذا بدنا نجي نقول الانفاق الأجدة خلي يروح على الكهرباء لأنه نحنا اليوم مشكلتنا بتبلش من الكهرباء حلا إذا حلينا مشكلة الكهرباء علجنا موضوع القدرة الشرائية للمواطن لأنه البطاقة التمويلية إذا بدون يعطوا بطاقة التمويلية مثل ما عمين حكى 126 دولار صحيح إني قاينين أنهم أمنين من البنك الدولي من قرض للبنك الدولي أنهم أمنين تمويلها ما هني بأمنوا تمويلها وبيرجعوا بدون يسددوا هذا المبلغ برجعوا بيشتغلوا بلعبة الدولار وبيرجعوا بيسحبوا المبلغ وبيسددوهم لأكل الدرب على الميلان لكن الحل بهذا الموضوع لا في مبلغ اليوم هولي 126 بيطلعون شي مليونين مليونين وبيش بيحسب سعر صرف الدولار صح؟ ونحن عم نحط كهرباء واشتراك بنزين صح تراجعوا قدرة الشرائية بس بسبب النقل يعني إذا بتروح نبيع الخضار بتقول له قداش حق وكيله ما بعرف شو بيقولك 8 تلاك طب ليش والسبب لك أنه في كلفة نقل صح اذا عم تتأكل أكتر الكدرة الشرائية بسبب أكلاف النقل وبسبب المزوت وبسبب البنزين وما إلى هناك طيب تعطينا المليونين ومئتين لهن البطاقة تمويلية إذا ما كانت بطاقة انتخابية تعطينا يوم من مال من مال آخر بتاخدوهن على هذا الشكل لا ما بدنا إياهن عملونا كهربا صار عندنا كهربا توفرت حلينا كتير مشاكل الضغط على المزوت بده يقل الطلب على المزوت بده يقل سعر المزوت بده يقل بيصير المؤسسات والمصانع والمستشفيات والأفران وما إلى هناك وحتى قنوات التوزيع النقل وغيرها هتاخد أسعار منخفضة بهذا الموضوع وبالتالي تتعزز القدرة الشرائية لأن الأسعار هتنخفض صحيح ولكن هذي بده يمكن شوية وقت هذي العملية ولكن خليني بس لأنه لدي الوقت أسألك عن عدة أمور مذكور بالبيانة الوزارة أيضا أنه عملية التفاوض مع صندوق النقد بشكل سريع فوري فوري أديش اليوم راح يكون في تسهيل بهذا الموضوع من قبل صندوق النقد وراح يمد لبنان بسرعة بالمساعدة وشو هي الشروط اليوم أيضا أوكي في بعض الشروط بده يلحكى فيها إصلاحات اقتصادية وغيرها منها الخصخصة وما إلى هناك من الأمور هذي بده تنترح على الطاولة وبده يتفاوض وأكيد ما بدأ التفاوض ما بدأ التنازل يعني لما يقعد يتفاوض وبده يتنازل لبنان بمكان ما لكن بالعنوان الكبير اللي هو بيطمين أنه هناك قرار دولي أنه لبنان بده يبلش يرتاح وهذا الأمر صار واضح يعني لما بيطلعوا الشباب على على سوريا بيطلعوا من راسهم ولا بإعاز ولا موافقة من السفيرة من السفيرة الأمريكية وطلعوا لما بيصير فيه لقاء أو اجتماع ما بين وزراء الطاقة مصر وسوريا والعراق والأردن والأردن ولبنان بهذا الموضوع فيه موافقة دولية أو ما فيه موافقة دولية يعني فيه أمور بلشت تتبلوار مجرد ما أعطى أعطى صندوق النقد الدولي مليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار للبنان هذي إذن فيه موافقة كأنه فيه فكفكة للحصار الأقصادي بلشت الأمور تتحلحة أو للعقوبات اللي كانت مفروضة على لبنان فإذن إيجا عم بقولوا لوما الأمريكان كانوا بدون موافقة وصندوق النقد الدولي بيعطينا ما كان بيعطينا أبداً فإذن بلشت الفكفكة بالمنطقة تطلع رائب الموضوع طلعوا الأمريكان من أفغانستان بنفس الـ 31 طلعوا بخمسة بستة بسبعة تشكلت الحكومة بلبنان وبلشت الأمور تصير تصير وردية والأمور صارت بحصة يعني برأيك اليوم المفاوضات مع صندوق النقد رح تكون سهلة ورح تحصل بطريقة سريعة لأنه ما في وقت لهذا موضوع بموضوع التدقيق الجنائي وخصوصا أنه كان في خطوة متقدمة يعني وضعت هذا التدقيق على سكة التنفيذ حيتوقع وزير المال الدكتور يوسف الخليل عقد التدقيق مع شركة الفراز ومارسل هذا التدقيق اللي تأخر كثيراً إذا فينا نقول هل اليوم فينا نقول أنه سلك طريقه اليوم سيؤدي الدور المنشود منه برأيك؟ كمان عم نرجع للعنوين في التدقيق الجنائي على مستوى مصر في لبنان وعلى مستوى باقي الوزارات وما إلى هنالك أوكي نطرحت بس هنوصل بهذا الموضوع ليش ما بدنا نوصل؟ العقبات السياسية موجودة الكل بيتمنى والكل بيعلم أنه تكلوا على الله التدقيق الجنائي أمر ضرورة وهذا بيختم لبنان ومصلحة لبنان وما إلى هنالك وأنه مطلوب من المجتمع الخارجي نعم، بس نعمل تدقيق جنائي مين بدو يتحاسب؟ أو مين بدو يحاسب مين؟ نتيجة التدقيق؟ المترس الطائفي بيطلع؟ ولكن اليوم وقع عقد مع شركة أجنبية وهذه الشركة يجب أن تبدأ بالعمل في الداخل اللبناني ورح يكون إلى مكاتب بوزارة المالية يمكن ومصرف لبنان ومن بعدها رح تنتقل أيضاً لأنه كان في طلب أن يشمل هذا تدقيق كل الوزارات والإدارات من حيث اليوم الشركة أجنبية وقعت عقد، ستبدأ بالعمل، صح أو لا؟ تماماً لماذا هنقول أنه بتنضل بالعناوين؟ لا، بهذا البلد أعطيني مين تحاسب؟ الأمر المحاسب، يمكن أن تنبين وين هالخلل، وين، ليش صار عنها الفجوة، ليش صار عنها الخسارة، ليش تشكلت كل هذه الضيون من راحة الأموال؟ مخزن أكثر بباطن، ليش هيك، مخزن عن طريق الاحتكار وما إلى هناك، كمشوا كميات كبيرة، مين تحاسب؟ عملوا مقايضات، بس أعطيني حداً تحاسب، حتى بالدواء، مين تحاسب؟ ماتت الناس على بواب المستشفيات بحاجة لدواء وبحاجة لأكسجين وبحاجة لبانادول، وكانت مليانة الصيدليات هل كان وجود حكومة تصريف أعمال هي اللي يعني كان عم بيعيق هذه المحاسبة؟ أنا برأيي، أنا برأيي، أو أخذ القرارات؟ أنا برأيي المحاسبة والمسائلة في لبنان بتكون صعبة، خلا نحكي بالإصلاحات هي أفضل من أن نكافح الفساد، ونشغل بعد الموضوع لأنه ما حنوصل لمحال، فإذا الإصلاح هو أجده، إذا نطرح عنوين إصلاحية، إن على مستوى إصلاح الإدارة، أو إصلاح اقتصادي، أو إصلاح القضاء، أو وما إلى هناك من الإصلاحات، هي أفضل من أنه نلتهي ونفوت بزواريب الفساد، ومكافحة الفساد، ومين بدو يتحاسب، ومين حاسب، وعملنا تدقيق، وما عملنا تدقيق، وما نوصل لنتائج، لا خلينا ما نضيع هيدا الوقت، خلنا نقول طعوا يا جماعة نغير تريقة التفكير، لأنه نحنا مش قادرين نغير أشخاص، بس ما نغير تريقة التفكير، خلي الأشخاص خليكم خليكم ما مش مشكلة، ما في مشكلة بس غيروا الطريقة، هل قد الموضوع، غيروا الطريقة، روحوا لإصلاحات، نحط كل أفكارنا واهتماماتنا بهيدا الإصلاح، لا نقدر نوصل، وإلا ما منقدر نوصل، الفساد الفكرة، الفساد تعشش بالأفكار، إذا بدنا نبلش نبني فكر لنبني الهيكل، لأنه لما نقول نبني الهيكل أو نبني الهياكل، نبني الهياكل الاقتصادية، اليوم إذا بدك تعملي مبنى، فيه ناس عم بتفكر وعم بترسم وعم بتخطط وعم بتهندس لتطلع، بلشنا بالأفكار، لذلك نحنا بدنا نبني الفكر لنرجع نبني الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية نبني الفكر، يعني هيدا كمان عملية ده بدأ تستغر، بدأ تاخد وقت، أكيد نحنا مش عم نقول للحكومة هلأ هيدا مهمتكم بطمان تشعر عملوها يوم إذا حضرتك كباحث في الاقتصاد، شو هي، بس لأنه ما بقى عنا وقت كتير، شو هي الخطوات الأولى برأيك ليجب أن تباشر بها هذه الحكومة ليشعر المواطن ويبلش يلمس أنه فيه شيء عم يتغير مع هيدا الحكومة بلشنا مثل ما بقولوا نوقف الانهيار نعم، المصارف من جهة وهيدا أساسي، الموازن العامي وإقرارها هيدا أساسي لأنه بيكسب سئة هيكلة المصارف مثل ما حكينا، إعادة هيكلتها عبر الدمج بعد المصارف ما في داعي يكون عندنا خمسة وستين مصارف، بسوى يكون عندنا عشر مصارف يقوموا بالمهمة كلياتها وكان فيه إجراءات تعامل مصارف لبنان حتى بهذا الموضوع من أجل، ولكن ما تتابعت هيدا الإجراءات دمج المصارف وزيادة رأس المال عشرين بالمئة وثلاثة بالمئة على الأموال المراسل وما إلى هنالك، هيدا نقطة أساسي لازم تنعمل، الكهرباء، إصلاح كطاع الكهرباء، هيدا كتير مهم، بيبلش من صيانة معامل الإنتاج، بيبلش من الإنتاج السليم، بيبلش من التوزيع الصحيح والجيبائي هيدا إذا مشينا فيهن، من بيبلش المواطن يرتاح، بالحد الأدنى صار في عنده كهرباء، عم تستنزفوا مليون ومليون ونصف وسبعمائة ألف حسب الإمكانيات وحسب الشروط هيدا كلفة كهرباء بالشهر، هيدا عم تاخد جزء كبير من الراتب لهيدا المواطن، من هون من بيبلش، إذا حطينا هيدا النقاط، ساعتا من فكر ميزان المدفوعات شو لازم نعمل فيه؟ كيف لازم نخفف العجز بميزان المدفوعات؟ بيطلع عنا بدنا نروح للميزان الجاري، يعني للميزان التجاري وميزان الخدمات، نروح للميزان التجاري بدنا ننجي نقول طبعا عنا استيراد وصادرات، عنا استيراد 20 مليار وصادرات 2 مليار بالسنة عم بيكون فيه 18 مليار تقريباً هاو دي استنزاف دولار عم بيطلع من لبنان للخارج، كيف بدنا نفكر نخلي هيدا الرقم نقلل بمعنى بمعنى نزيد من الصادرات ونقلل من الاستيراد هادي نقطة أساس، إذا كان عم بيتسرب 18 مليار، بيصير بيتسرب 15 مليار، بيصير بيتسرب 13 مليار، وهكذا هيك بنكون عم ندعم بدنا تخفيض يعني عمليات الستيراد بدنا ندعم الاقتصاد، بدنا نطلع من الاقتصاد المدولر إلى اقتصاد الليرة، بدنا نطلع من الاقتصاد من الاستهلاك إلى الانتاج نحن ثقافة الاستهلاك تعممت عند الانتاج، ولكن بدأ وقت عملية الانتاج، كم سنة بتستغرق، تلنتقل من هذا الاقتصاد الرايع إلى الاقتصاد المنتج بدأ إرادة سياسية، والإرادة السياسية ما بتكفي لحالة، الإرادة تحتاج إلى قرار يعني أنا بكون عندي إرادة أن أعمل هذا الموضوع، ولكن القرار بعد ما اتخذته بدأ قرار، بدأ قرار وقرار جريء، وبالتالي بدأ إدارة فعالة حودي إذا نواجده، نحن نقدر نقطع، نقدر نتخطى المرحلة، المرحلة ماناش صعبة أبداً مش مستحيلة، فيه شوية صعوبة، بس نحن قادرين نتخطاها، مش إنه نحن خلاص نحن نهرنا، ولبنان لا، لبنان يستطيع أن يتعافى فيه عنده قوة عنده لبنان المغترب، هذا عامل قوي بالنسبة للبنان، عامل إيجابي، فيه عندنا كطاع المصرفي كان كطاع واعد، ولكن مصرف لبنان كان مفروض يقوم بالواجب أكتر، ما قام بالواجب أكتر بهذا الموضوع من حيث الرقابة على عمل المصارف فودي كانت مهمته، ما كنا وصلنا لهون، هندسات مالية ما كان إلى لزوم، ووقفنا قرد الإسكان، هذا كان كمان قرد الإسكان، أو الدعم السياسي الإسكانية كتير مهمة لأنها تشغل كل الكطاعات، كل الكطاعات تشتغل، من النجار والدهان والحداد والأزاز وما إلى هنالك، وما إلى هنالك كان بيشتغل، لما نوقف بلشنا النتراجة، لما نوقفنا اليوروبونز، ندفع اليوروبونز، بلشنا النتراجة، لما الموازن العامي دلنا 12 سنة من دون موازنة عامة، كذلك الأمر كانت هذه سبب من الأسباب اللي ودتنا لهذا المحل، إذن في بعض القرارات اتخذت، هي قرارات مش بمحلة، لازم ناخد قرارات هادية، نفصل عنا السياسة عن الاقتصاد، نختلف بالسياسة، اختلفوا بالسياسة، بلجب ما نروح الاقتصاد، بيانة الوزاري كان لازم يضيف عبارة التماسك السياسي، التماسك السياسي بين أبناء الوطن، لأنه لما منكون في وحدة بالداخل، هم نقدر نواجه، بس لما منكون كلياتنا بمسارات، كل حدم بمسار، يمكن مشكلة إنه ما في هيدا الوحدة، في انقسام داخلي، قدي بده لبنان، يعني كتير عالم اليوم بتسأل هيدا السؤال، مشكلة العالم يمكن تفوت بكل هذه التفاصيل اللي حضرتك عن تحكي عنا، بيقولوا لك قدي بده لبنان تيرجع، وهل سيعود لبنان كما كان؟ بيرجع أكيد، بالمدة؟ نحنا عم نحكي ما في مدة بيوم واثنين وثلاثة وشهر، يعني لأ أكيد، نحن كيب السنين نحنا إنهيار عمره سنتين بشكل مباشر، ومؤسس لقيله ثلاثين سنة قبل لورا، نيح، مش بسنة وباثنين بيخلص، ولكن، إذا بتلاحظي بيخضم الأزم اللي كانت موجودة، أنه بالصيف كان مناطق بلبنان عم تشتغل على المستوى السياحي، يعني، في محلات عم تشتغل، حتى هلأ في كتاعات عم تشتغل، عم تشتغل وعم تحقق أرباح، هلأ هيدا الأزمة، الأزمات تولد ويتولد مع الفرص، هيدا الأزمة خلت من الكطاع الصناعي يمتلك كدرات تنفسية، وبالتالي صرف عنده صديرات عم بيصدرها للخارج بأكلاف متواضعة، نعم، ولكن بده تقديمت بعض التسهيلات، يعني على القليل مننا الكهرباء، مننا المزوط اليوم، عم بإن يعني هيدا القطاع، يعني هو محبب أنه ينهض اليوم، ليه بالمحب، ولكن، ما فينا نقول أنه نحن متشائمين من الوضع، لا، نحن قادرين لبنان ينهض، بس كمان نحن خلينا نساعد بعضنا، يعني نحن كلبنانيين كمان نساعد نطلع شوية من السوق السوداء، ونحن كمان جزعة منكم، ليست السلطة السياسية واحدة فاسدة، أو البعض من السلطة السياسية فازدة، لكن الشعب أيضا بعض من الشعب كمان ما قام بالدور اللي لازم، اللي لازم يقوم فيه لحتى نحمي، تجارنا بالليرة وتجارنا بالدولار، صحيح، يعني ولكن هنا بيقولوا لك لو الدولة أمنة لمواطنين حيزة دول ما كين لجأ المواقف إلى العمل بالسوق السوداء، إلى العمل بالمحر، ما بدنا نبرل اللون، ما بدنا نبرل اللون، بس بدنا نجي نقول للدولة، تفضلي، استعيد سئة المواطنين فيك، هل بالدرجة الأولى، كيف تستعيد بالقانون، كيف تستعيد بالتنمية، بيان الوزارة ولا عبارة تنمية أشار لألا، بكل البيان الوزارة، هل لحظ، منع الاحتكار وفتح الأسواق؟ قانون المنافسة ما جاب سيرته، كلمة تنمية مش موجودة، طبقة الوسطة مش مبينة، إعادة توزيع المدخيل مش مبينة، هدر النفقات مش مبينة، ترشيد الأنفاق مش مبينة، بدك منحتي بعض أكثر، ميزان المدفوعات ما جاب سيرته بنقطة، ميزان الموازن العامي سنعمل على موازنة 2022، طب موازنة 21 وين؟ هذا كله مش مبينة، مش موجودة، هذه العبارات كلها مش موجودة بالبيان الوزارة، بالفتنة شغلة بالبيان الوزارة بيقول فيها مثلا، على موضوع، أي موضوع؟ على موضوع العزم على تصحيح الرواتب والأجور، تمام؟ طيب، زي كرة يعني؟ أوكي، ولكن تأخذ بعين الاعتبار، بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة، يعني كسرة من مال وجبرة من مال، إذا بنا ناخد وضع المالية العامة بعجز، وإذا بنا ناخد وضع الموارد المالية العامة والدولة اليوم مكسور، يعني عم بشرق أنه ما في زيادات للموظفين، طيب، طيب، شو إلا لزوم تنحط عبارة تصحيح الرواتب والأجور بذل الإطار؟ لذلك، مونتسكيو حكي بروح القوانين، ما في روح بيان، ما في روح بيان بعلموا، منقلهم الله يوفقكم، بس ما في روح بيان، ما في روح بيان، معلاش؟ معظم اللي قاعد هذا البيان، والوزراء اللي كانوا هلأ صاروا بالحكومة هن كانوا مسافرين، ما عاشوا القلق والخوف، كانوا هن مسافرين، مش موجودين، مش عم بعيش معنا ومعكم، مع المواطن اللبناني، هذا القلق والخوف، بدك روح لهذا البيان لنقدر نطلع فيه، شوية بيقلك بالبيان، إذا بعد معنا وقت؟ خلص الوقت يعني إذا هي عبارة صغيرة من مرأة بس لأنه خلص الوقت شو رأيك بالبيان ما أشار لعبارة مكافحة البطالي نسب البطالي صارت قديش صحيح وتأمين فرص عمل ما في فرص البطالي وما في فرص عمل طيب هيدا الموضوع طيب الهجرة أعداد كبير من الهجرة وهجرة أدمغة كيف بده يحد من نزيف الهجرة منه موجود بالبيان المزاري طيب شو جينا لأنه يمكن هذه الحكومة مهمتها محددة ما فيه يعني اليوم هي في حكومة انتخابات كما بده تتوصل لانتخابات نيابية طيب شو كلهم بده يشتغلوا بالانتخابات يعني كل الوزراء بده تشتغل بالانتخابات وهي مهمتها انقاذية ولكن قدي بده تقدر تنقذ بكل المساعد طيب أنا بدي انقذ هيدا المواطن اللبناني اللي عم بيهاجر كمان دوري ان انقذوا هيدا اللي قاعد ببيته تحت عنوان البطالي كمان بدي انقذوا هذه مهمت يعني للأسف مواضيع كبيرة وعنوين كبيرة يمكن يجب كان انه يلحظها بعد اكتر واكتر مثل ما حضرتك كنت عم تحكي وتفصل ان شاء الله بحلقة جاية نقدر نحكي بكل هذه التفاصيل بدأت شكر حضورك معنا الدكتور احمد جابر الباحث في الاقتصاد السياسي شكرا لألك وايضا مشاهدين الكرام الشكر لألكم على حسن المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة